كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشخيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بلغ عدد طائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي بلغت ستمائة وخمسين طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية من بينها خمسمائة وأربع وثلاثون طائرة حملت أكثر من ستة عشر ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة ومقدمة من خمسين دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب مائة وستة عشرة طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرح الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء اشتركوا في القناة